بسم الله الرحمن الرحيم التقسيم والتقعيد للقول المفيد باب ما جاء في التطير التطير ينافي التوحيد لأن المتطير قطع توكله على الله واعتمد على غير الله ولأنه تعلق بأمر لا حقيقة له بل هو وهم وتخيل والتوحيد عبادة واستعانة التطير شرعا هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم من زمان أو مكان بمرئي مثل لو رأى طيرا فتشاؤم لكونه موحشا أو أسودا مسموع مثل من هم بأمر فسمع أحدا يقول لآخر يا خسران فيتشاؤم معلوم كالتشاؤم ببعض الأيام أو الشهور أو السنوات أو بعض الأماكن الدليلان الأول والثاني وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقوله قالوا طائركم معكم الآية طائرهم عند الله أي ما يصيبهم من الجدب والقحط من الله فهو الذي قدره ولا علاقة لموسى عليه السلام وقومه به بل الأمر يقتضي أنهم سبب للبركة والخير طائركم معكم أي مصاحب لكم فما يحصل لكم فإنه منكم ومن أعمالكم فأنتم السبب في ذلك لا منافات بين الآيتين فالأولى تدل على أن المقدر لهذا الشيء هو الله والثانية تبين سببه وهو أنه منهم فهم في الحقيقة طائرهم معهم أي ملازم لهم الدليلان الثالث والرابع وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر أخرجاه زاد مسلم ولا نوء ولا غول ولهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل قالوا وما الفأل قال الكلمة الطيبة لا عدوى أراد أن يبطي الاعتقاد الجاهلية في أن المرض هو المؤثر بذاته أو المعنى لا عدوى مؤثرة بذاتها بل هي سبب لانتقال المرض بإذن الله ولا هامة طير يشبه البومة أو هي البومة يتطيرون بها ولا صفر المقصود إما شهر صفر كانت العرب يتشاءمون به لا سيما في النكاح أو داء في البطن يصيب الإبل وينتقل من بعير إلى آخر أو النسيء فيؤخرون الحرمة إلى شهر صفر حتى يقاتلوا في شهر المحرم ولا نوء أي منازل القمر كل منزلة لها نجم وكان العرب يتشاءمون بها يقولون هذا نجم نحس لا خير فيه وبعضهم بالعكس يقولون هذا نجم سعود وخير ولا غول كانت العرب إذا سافروا تلونت لهم الشياطين فتدخل في قلوبهم الرعب فتجدهم يكتئبون ويمتنعون عن الذهاب إلى الوجه الذي أرادوا الذي نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم هو تأثيرها وليس المقصود بالنفي نفي الوجود فالعبد ينطلق إلى ما يريد بانشراح صدر وتيسير واعتماد على الله ولا يسيء الظن بالله لا تعارض بين هذه النصوص وبين قوله صلى الله عليه وسلم إن كان الشؤم في شيء لأن هذا الحديث من المتشابه والنصوص في ذم التطير وأنه شرك من المحكم ثانيا الطيرة كلها مذمومة والذي بيده جلب المنافع ودفع المضار هو الله ثالثا يشرع للعبد الفرار من قدر الله إلى قدر الله أخذا بالأسباب ولا يتطير رابعا الشؤم في الحديث يلحق من تشاءم بها لا من توكل على الله ولم يتشاءم خامسا كل من خاف شيئا غير الله سلط عليه كما أن من أحب مع الله غيره عذب به ومن رجى مع الله غيره خذل من جهته ذكره ابن القيم رحمه الله الدليل الخامس ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك الفرق بين الفأل والتطير الفأل كل ما ينشط الإنسان على شيء محمود من قول أو فعل مرئي أو مسموع والتطير التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم من زمان أو مكان الفأل يزيد في التوكل والتطير يضعف التوكل الفأل حكمه أنه مستحب والتطير شرك أصغر إذا اعتقد أنه سبب وشرك أكبر إن اعتقد تأثيرها بنفسها الفأل فيه حسن ظن بالله تعالى والتطير فيه سوء ظن بالله تعالى الفأل هذا حال الموحد المحقق للتوحيد والتطير هذا حال المنافق والكافر الفأل يأتي بلا قصد ولا تكلف والتطير قد يأتي بقصد مثل العيافة الفأل لا يكون ما تسمع أو ترى سببا في مضيك أو رجوعك وإنما تفرح به وتنشط والتطير ما أمضاك أو ردك بأن تعتمد على ما ترى أو تسمع ويكون ذلك سببا لإقدامك الفأل يوجب التعلق بالله والتطير يوجب التعلق بالمتطير به مثال أول شخص أراد الزواج فلما سأل عن اسم الفتاة قيل له هناء فمضى في الزواج وآخر سأل عن اسم الفتاة فقيل له صخرة فتراجع فكلاهما من باب التطير لأن التطير ما أمضاك أو ردك مثال ثاني شخص سأل عن اسم الفتاة بعد أن مضى في الزواج فلما وجده سعادا استبشر به فهذا من باب الفأل لأنه لم يكن سببا في مضيه أو إحجامه وإنما استبشر بعد أن مضى في الأمر بعض الناس يفتح المصحف للتفاول فإذا نظر ذكر النار تشاءم وإذا نظر الجنة قال هذا فأل طيب فهذا مثل عمل الجاهلية الذين يستقسمون بالأزلام عقبة بن عامر صوابه عروة بن عامر ولا ترد مسلما يفهم منه أن من ردته الطيارة عن حاجته فليس بمسلم ولا قوة إلا بك الباء هنا إما بمعنى فيه أو للاستعانة أو السببية أقسام الناس مع الطيارة قسم لا ترده عن حاجته ويمضي متوكلا على الله هذا هو حال الموحد لله تعالى وهذا هو الأصل وقسم يحجم ويستجيب للطيارة ويترك العمل وهذا شرك أصغر باعتقادها سببا وأكبر باعتقادها مؤثرة بذاتها وقسم يمضي لكن مع قلق وهم وغم يخشى من تأثير هذا المتطير به فهذا آثم الدليل السابع إلى الثامن وعن ابن مسعود مرفوعا الطيارة شرك الطيارة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود ولأحمد من حديث ابن عمر من ردته الطيارة عن حاجته فقد أشرك قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك وله من حديث الفضل ابن العباس إنما الطيارة ما أمضاك أو ردك وما منا إلا أي وما منا إلا متطير وهذا من ترك ما يستقبح ذكره والبعد عن الألفاظ الشركية وتحقيق التوحيد في الألفاظ مع أن حاك الكفر ليس بكافر التوكل هو صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به وفعل الأسباب التي جعلها الله أسبابا ما هو علاج التطير؟ أولا بتحقيق التوحيد لأن التطير يذهبه الله بالتوكل ويكون منشرح الصدر ثانيا قول الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا خير الدعاء ثالثا يتفاءل بالخير ولا يتشاءم ولا يطرأ التشاؤم على باله رابعا ما فيه مصلحة لا تتقاعس عنه في أول محاولة حاول مرات حتى يفتح الله الفرق بين القرعة والاستقسام بالأزلام القرعة حكمها جائزة والاستقسام بالأزلام كبيرة وهي من الميسر القرعة يحصل بها المقصود الشرعي والاستقسام بالأزلام لا يحصل بها المقصود الشرعي القرعة تستعمل لتعيين من له الحق بين متنازعين لهم نفس الحق دون تعيين والاستقسام بالأزلام تستعمل لتعيين الخير من الشر وتشبه الدعاء الغيبي بالاعتماد على الحظ القرعة عمل أهل التوحيد والاستقسام بالأزلام عمل أهل الشرك القرعة مثالها القرعة للصف الأول والأذان والاستقسام بالأزلام مثالها الخيارة برمي النقود المعدنية والعد القرعة تميز لصاحب الحق ولا يمكن القسمة والاستقسام بالأزلام تميز لمن ليس له حق والقسمة ممكنة المسائل الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم فلا تعارض بينهما الثانية نفي العدوى أي تأثيرها بنفسها لا أنها سبب للتأثير الثالثة نفي الطيرة أي نفي التأثير لا نفي الوجود الرابعة نفي الهامة أي البومة أو طائر يشبهها الخامسة نفي الصفر أي الأزمنة لا دخل لها في التأثير وتقدير الله فصفر كغيره من الأزمنة يقدر فيه الخير والشر وبعض الناس إذا انتهى من شيء في شهر صفر أرخ ذلك وقال انتهى في صفر الخير وهذا من مداوات البدعة بالبدعة والجهل بالجهل فهو ليس شهر خير ولا شهر شر السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب السابعة تفسير الفأل وهو كل ما ينشط الإنسان على شيء محمود الثامنة أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل التاسعة ذكر ما يقول من وجده اللهم لا خير إلا خيرك الدعاء العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك بتفصيل إذا اعتقد تأثيرها فهو شرك أكبر وإذا اعتقدها سببا فهو شرك أصغر الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة وهي ما أمضاك أو ردك التقسيم والتقعيد للقول المفيد